أولاً هذه السلطة لا تملك من أمرها شيئاً وبالتالي ومعلن حتى نفس يعني الرئيس أبو مازن بقول هذه سلطة ما معها سلطة طب ليش مبقيينها؟ مثلاً هذا سؤال بنت طرح بجاوبش عليه المشكلة الحقيقية أنه هذه السلطة هي إفراز أوسلو وبالتالي لا يعني بقدرش لا أبو مازن ولا غيره يحلها لأنه الطرف الآخر بقولك هذه قضية دولية وقعوا اتفاقات أوسلو أنا بقول خانوا هذا الشعب ما بقدر أقول رجل دولي أو لا لأنه أنا ما بعتبر أنه هذه السلطة تمثلني أو تمثل كل الشعب الفلسطيني محاولات هذه السلطة في المحافل الدولية اليوم قديش هي قادرة؟ الآن منظمة التحرير هيئاتها مهمشة ولذلك يعني دائما نطرح إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية اللجنة التنفيذية اللي هي على هيئة موجودة كانت بدأت اجتمع ما اجتمعت لأنه الرئيس سافر وهذه من الأخطاء المتراكمة على الرئيس نفسه أنت بتدير ظهرك وبتروح ساعة مصر وساعة تركية وساعة مش عارفة فين وتارك شعبك بالشوارع إذا مطلوب من هيئات هذه المنظمة الآن جاء وقت لتكون المرجعية الحقيقية لشعب اليوم هناك تحركات في الأمم المتحدة واجتماعات عربية هل هذا يكفي اليوم على صعيد السياسي؟ عمل السياسي أو الديبلوماسي ضرورة يعني إحنا إيش مرجعية نكا فلسطينية؟ ودائما منقول المرجعية هي الأمم المتحدة اللي وظيفتها أن تحل مشاكل الشعوب لكن وظيفتها انتزعتها أميركا منها وأصبحت هي المسيطرة لأنه تقدر تستخدم الفيتو استخدام القانون الدولي بجانب هذه الهبة الكبيرة يعني نأمل أن تكون مقدمات للانتفاضة الثالثة السلطة أن تقول أو المنظمة تقول ألغيت الاتفاقات والاعتراف بإسرائيل هذا بالضغط الشعبي اليسار إذا من ماس يعني استلم القيادة في الشارع معناه بدو ينقر عليه الفاتحة وهذا انظار كبير لنا كلنا اليوم قديش دور المصالح مهم؟ هذا الموضوع الخطير بإعلان ترامب جاء ليزيد من حجم الضغط على الأطراف المنقسمة الآن في الميدان محدش بيفرر كل الناس في المعركة الآن وبالتالي هذه أنسب شيء نلغي اتفاق أصله نلغي الاعتراف ما ننسى المفاوضات اللي عم بتصير هلأ ليه هيطلق عليها رصاصة الرحمة اليوم بهذا الأعلان وتكشف أمريكا أنه هي ما فيها تكون وسيط وهي طرف طيب اليوم ماذا ينتظر صائب عريقات لأعلان تجميدة أو إلغاءة؟ بيحكي بحل الدقيعة دولتين هو خلوله أرض لحتى يعمل دولة يعني كل هذا ناتج عن عقلية لفئة بالسلطة صارت وإلها امتيازات فحتى ما تخسرها مرح تدخل هذا المدخل لأنه إذا دخلت هذا المدخل معناه هي رايحة على المقاومة شكرا